تعالوا مع بعضينا ننقل للنقطة الثانية ونرى كيف الله تعامل مع يونان خرج يونان وقاعد برا المدينة وفي انتظار أنه يمكن يمكن الله يحرق هذه المدينة ويحرق هذا الشعب لكن يقول الكتاب المؤدس أنه القصة لسه ما انتهتش الله عايز يكمل الرحلة ويعلم يونان درسه مهم علشان كده أخذوا لمدرسة وأنا سمي هذه المدرسة هي مدرسة الخليقة مدرسة الخليقة يقول الكتاب المقدس أنه عدد ستة فأعدى الرب الإله يقطينا يونان قاعد في الصحراء في نينوى والجو حر كثير والله قرر أنه يعلم يونان درسه من خلال أنه أعدى الله يقطينا ويقول الكتاب المقدس هذه اليقطينا ارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه تضلل عليه وطبعا في وسط الحر وانت قاعد في الصحراء محتاج لنبتة لشجرة حلوة تضلل عليك بس الهدف يا رب أنك لي بعت اليونان هذه الشجرة يقول الكتاب المقدس لكي يخلصه من غمه عن أي غم هالغم أنه قاعد في الحر وفي الصحراء ومحتاج أنه وزهقان ويمكن أرفان من نفسه ومحتاج شي ضلل عليه ممكن بس يمكن رب كان عايز يخلصه من غمه اللي تغمه في عدد واحد لما سمع عن توبة أهل مين أهل نينوى طيب يقول الكتاب المقدس بعدها ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا 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 وهذا أول مرة في الصفر يونان الغضبان يونان الهربان يونان اللي بيتمنى الموت لنفسه يفرح ويبتسم لكنها في الحقيقة것 ليست أول مرة دا تالت مرة لانه作ى المرة الأولى الي فرح وهدف فيها يونان لما كان في بطن الحوت لما أنقذوا الله من الموت وهذه نقطة أريد أن أقولها على يونان كمان مرة قبل أن ننقل على الله أن يونان شخصية ازدواجية يونان دايما فرحان ودايما مبسوط ودايما بيهتف ودايما بيرنم طول ما رحمت ربنا لهو أنت تستحق الحوت ما استحقش تستحق أن الله ينقذك من الموت أنا لا أستحقش لما الله ينعم عليك في عدم استحقاقك تعمل ما يا يونان أهتف وسبح ورنم ولما تكون قاعد في الصحرة وأرفان ومشطيق نفسك وتتمنى الموت وكما أن الله ينعم عليك بشجرة تفرح قلبك تعمل ما أفرح وأهتف ورنم لما الله يمد إيده ويرحم غيرك اللي من وجهة نظرة ما يستحقش الرحمة بتعمل إيه؟ بغضب بهرب وبتمنى الموت لنفسي أنا وإنتوا بنبقى في الاجتماع مبسوطين وفرحانين باركي يا نفس الرب نشكر الرب على جوده وعلى خيره وعلى إحساناته نشكره على رحمته نشكره على غفران الخطايا نشكره على كل الأمور الرائعة اللي بيعملها معانا لكن لما نشوفه نفس الرحمة اللي تمدت لنا بيشارك بيها أو بيقبل أشخاص تانيين غلطوا في حقنا وظلمونا اللي بيحصل بنغضب 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 جداً كمان مع الله ومنقول له إزاي 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 تباركوا إزاي تسمحوا إزاي تغفروا مش عارف اللي هو عملوا فيا إزاي يعني إنك تديله غنى إزاي تديله شغل إزاي تديله نجاح إنت مش عارف اللي عملوا فينا وكأننا بنقول لله إحنا هنفرح زي ما قرنا في البداية مزمور 103 إنه بنهتف ونهلل إنه لم يجازنا ولم يتعامل معانا بحسب خطايانا لكن لما كمان يتعامل بنفس المبدأ مع الآخرين اللي ظلمونا بنحس إنه إنت إزاي تعمل كذلك كم واحد فينا النهاردة بيمثل يونانا حتى في الخدمة أو أكتير في كنيسنا في كنيسنا بيبقى عندنا فرصة إنه نساعد بعض الأشخاص اللي عندهم بعض الاحتياجات المادية كم مرة أنت وأنا بنقرر مين اللي يستاهل ومين اللي يستاهلش مين اللي يستحق ياخد ومين اللي ما يستحق ياخد مين اللي يستحق يوقف على المنبر يرنم ومين اللي ما يستحق يرنم مين اللي يستحق إنه يكون خادم ومين اللي ما يستحقش يكون ما يكونش خادم وبننسى حقيقة أهم إنه اللي بيفرقنا عنهم مش لإنه إحنا أفضل مش لإنه إحنا أحسن مش لإنه إحنا تعلمنا ولا لإنه تصبينا في بيت مسيحي مش لإنه إحنا صبينا وتربيتنا وأخلاقنا وأهلنا عارفوا ربونا بطريقة كويسة ولا لإنه إحنا درسنا وتعلمنا وجايين من بيئات مثقفة يقول الكتاب المقدس أن الجميع قولوا معي زاغوا وفسدوا الجميع أعوذهم مجد الله ويقول بوليس في أفاسوس أيضا هذه الكلمات أن كلنا جميعا كنا أبناء المعصية كنا أموات بالزنوب والخطايا لكن الله في رحمته الغنية في غنى رحمة الله قرر أنه ونحن بعد خطاط ونحن بعد أموات مات المسيح لأجلنا وغفر لنا خطيانا إذن أنا وإنت ما كناش أحسن منهم أنا وإنت مش أفضل منهم لكن رحمنا الله برحمته وبنعمته لما رجعنا له مد إيده لنا وكرر يعمل إيه وكرر أنه يقبلنا انتبه معايا لهذه العبارة عندما نقبل نعمة الله لحياتنا ونرفض أنه الله ينعم على الآخرين كأننا عن عدم وعي نقول لله النعمة التي أستمتع بها أنا أستحقها والتاني لا يستحقها لذلك أنا أستحقها وهو المفروض فرح يونان فرح عظيم خلس الدرس قربنا نخلص الدرس خلاص وصلنا لأهم نقطة في هذا الدرس وهي بعد ذلك قرر الله أنه يبعث دودة فتأكل الشجرة نشفت الشجرة وبعدها عندما تكون الشجرة نشفة أن أي ريح تأكل في وراء الشجر بطير وراء الشجر وخلاص ما بقى فيه الشجرة لا موجودة ولا الضل موجود ولا أي شيء ويقول الكتاب المقدس أنه فطلب يونان لنفسه الموت وقال رب مرة تانية موتي خير من حياتي فرجع الله سأل نفس السؤال هل اختصت بالثواب من أجل إلي يقطينا؟ هل أنت عندك الحق تغضب علشان النبتة اللي أنا طلعتها لأجديت ويرد عليه يونان ويقول له طبعا أنا عندي أغضب لدرجة الموت وهنا ييجي أهم درس في القصة كلها آخر عدد وكأن الله حطه في الكورنر حطه في الزاوية وقال له ده الدرس اللي عايزك تتعلمه يكمل الكتاب المقدس فقال رب اسمع هذه الكلمات في هذا الصباح أنت أشفقت على اليقطينا التي لم تتعب فيها ولا ربتها بنت ليلى طلعت وبنت ليلى ماتت أفلا أشفقت أنا على نينة والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من إثنى عشر ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة هذا سؤال الله ليونان وسؤال لنا ماذا نتعلم من هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة